بسم الله الرحمن الرحيم شاب تحديث نزل جهزة الايفون والايباد يسد ثغرات قوية او ثغرة قوية بالاصح قد تسبب الى اختراق الجهاز بطريقة جدا سهلة في هذا التحديث اللي هو 14.5 فقبل بسرعة اطلاقة اصدار جديد فقبل ان نبتدي العمونا بزر اللايك والاشتراك في القناة خلنا نوصل لهذا الفيديو اكبر عدد من اللايكات بالاضافة الى سيرفر الدسكورد الخاص بتيم انفينيتي تيك موجود في البايو دا عندك استفسار خص البي سي او خص الايفونات او اي جهاز حياك وما راح نقصر وياك مثل ما تشوفون عدنا اكثر شي هني نسوي مثلا نحط مشاكل تقنية وحالها بالتفصيل بالاضافة الى ان نسوي يعني فعاليات في السيرفر وصحوبات على الجواز قد توصل لعشرة دولار فوق راح تحصلنا الرابط في التعليق المثبت وايضا في الوصف اما الان خلنا ندخل في الشارع بداية للتحديث تروح على الاعدادات تنزل على تحت خيار عام تحديث البرامج وراح يطلع لك التحديث مثل ما قلت لكم شاب التحديث جدا مهم يستغرات امنية وحجم التحديث جدا صغير بس لازم تحتر ان يستغرات امنية قد تسبب الى الاختراق والوصول الى معلومات جهازك بشكل سريع جدا ما شاء الله انا اصلا قبل لا اعرف احدث التحديث بشكل تلقائي لانه مثل ما قلت لكم التحديث جدا فالحن تضغط على هذي بعد ان تضغط على تكتب الباسورد بعد ما تكتب الباسورد على طول راح احدث اياك الجهاز اللي راح تصور باختصار بعد ما اخلص هذا التحديث او الخط الازرق راح اقوم الجهاز بعد تشغيل نفسه بنفسه بالنسبة لا اضافة التحديث ما في اي اضافة جليلة فقط سد الثغرة الامنية شكرا لكم على متابعة الفيديو لا تنسوا اللايك واشتراك في القناة وبس في امان الله اشتركوا في القناة